مساء الفل! قبل ما ابدأ عايز اقولك ان عندنا مسلسل رعب على وضعه هينزل في العيد ان شاء الله وكل سنة وانتو طيبين! اغبط اللايك ويلا نبدأ! بدايتنا مع جيريتا وتبقى بطلتنا انجليزية من اصل امريكي والمفروض انها مسافرة بيت في انجلترا علشان تشتغل بيبي سيتر لعائلة اسمها هيل شاير عائلة مكونة من راجل وامراته ساكنين لوحدهم في قصر شكله زي ما انت شايف المهم بطلتنا بمجرد ما دخلت قلعت جزمتها وبدأت تستكش في البيت واستغربت ان ما فيهوش حد غير صورة الاب والام وابنهم الصغير فكملت استكشاف وبرضو الدنيا هادية وهس وهس شوية واتفاجأت بشاب غريب اتضح انه شغال مع اهل البيت واسمه مالكم شغله الاساسي هو توصيل طلباتهم من اكله شربه واخلافه وتقدر تقول ان البيت عجباة وبيفكر يشقطها فعمل شوية الحركات اللي اي شاب بيعملها لما يحاول يلفت نظر بنت وللاسف كلها فشلت في النهاية طلبت منه يحكي لها عن الطفل الصغير قال ان اسمه برامز والباية هتكتشفيه بنفسك وهنا الزوجة ظهرت وما سألتش غير سؤال واحد فين جزمتك؟ المفروض انا قلعتها هنا والغريبة انها اختفت فقالت لها معلش برامز ابني بيحب يلعب كتير وقامت واخدها تتعرف على جوزها مستر هيلشاير العجوز وده برامز الطفل اللي هتحتمي بيه طبعا ضحكت ومن جواها بتقول انتو مجانين ولا ايه وخصوصا لما شافت مالكم جاي وبيكلمه عادي جدا الست بدأت تعلق وخصوصا ان شكله لو ركزت فيه هتلاقيه مرعب فعلا بس يعني خدتهم على قد عقلهم وحاولت تحسسهم انها حبته اوكي يلا بينا نعرفك نظام البيت في البداية مسهل شاير عرفتها بموعيد اكله وشربه ونوع الموسيقى اللي بيحبها كمان لا وطلع بياخد دروس شعر وكراءة من الاخر قالت لها تشقليبي عشان تعجبيه وخليك انت بقى هنا على ما عرفها بقي التعليمات اللي زاد وغطى انهم نباتيين وبيترعبوا من حاجة اسمها حشرات وحيوانات لدرجة انهم عاملين مصايد فران في كل حتة في البيت وبالنسبة للمعلومة الاخيرة فهي الاغرب فعلا لان بيتهم مقفول من كل الشبابيك وملوش غير مدخل ومخرج واحد بس الباب العمومي فقط لا غير طيب خلصنا كل ده وراحوا ينايموا برامز والبيت خلاص اتأكدت انهم مجانين رسمي ما هم مش طبيعي يطلبوا منها اللي بيحصل وبالليل كلمت صاحبتها وقالت لها انا قاعدة في بيت غامض لا شبكة فون ولا نت ولا جيران ولا اي حاجة خالص وهنا بنعرف ان بطلتنا اصلا هربانة من حبيبها القديم والمكان هنا مناسب جدا والصبح سمعت الام بتزعق لابنها فراحت تشوف اللي بيحصل لقيتم وقع كل اللعب بتاعته على الارض يا ولادي المجنونة الخزو بقى انهم طالعين اجازة طويلة وهيسيبوها مع الدوميا لوحدها ودي ورقة التعليمات اللي فيها النظام الكامل لحيات برامز كمان قالولها ملكم هيعد عليكي كل اسبوع يجيب الاكل ويشوف طلباتك واخدي ابننا وهو وخلي بالك منه يا بنتي ومن اللحظة دي بقت لوحدها مع دوميا مرعبة في بيت طويل عريض خافت منه لدرجة انها غطيت وشه وحاولت تتعامل عادي لحد ما تتعود فبدأت تنتشر في البيت ومن قوضة لقوضة وهي مرقباة بعد شوية تعبت وقالت تنام ولما الوقت عدى ودخلنا في الليل قامت وهوب اكتشفت ان الغطى وقع من عليه الله طب ازاي والشبابيك اصلا مقفولة لا انت بقى تترزع هنا وقفلت الباب وبعد شوية كمان العواصف ابتدت ويمكن ده اللي خليها تصحى من صوت البرق والرعد صحيت وهي سمع حد بيقول جيرتا جيرتا اصوات غريبة انتشرت في البيت ولما قربت منه هوبت سحبت واتضح انها بتحلم احيي السؤال هنا هل اللي حصل كبوس ولا حقيقة اصلا فطلعت على برامزه ولما قربت قوي لقيته بيعيط لا استنى ده السقف بينقض ظلمنا الولد طبعا دي كارثة فكان لازم تقفل مكان التصرب وعد اليوم ودخلنا في اللي بعده في اليوم ده بدأ يجي لها مكالمات غريبة وكل ما ترد ما تسمعش صوت واخيرا وبعد انتظار كملت اسبوع وملكم وصل انت بقى ليه ما قلتليش ان الطفل يبقى دوميا قال ما انا مش معقولة ضيع عليك المفاجأة يعني طب ايه الحكاية؟ مفيش يا سيدي قالك ان كان عندهم ولد اسمه برامز ولما كان عنده ثمان سنين قامت حريقة في البيت ومات كمان قال ان بقى لهم عشرين سنة عايشين مع دوميا وكأنها ابنهم في النهاية عزمها على صهرة حلوة بما ان الجماعة كده كده مسافرين والبيت فاضي كل ده بيحصل وحد مرقبهم من فوق على اخر اليوم كلمت صاحبتها وهي بتجاهز الفستان الأورنج للصهرة وخليك فاكير لي الفستان ده كويس قوي طيب قبل الفستان هتاخد الدوش المتين واسناء الدوش حد غريب بيرقبها نفس الحد سحب الفستان والسلسلة لا وكمان اكتشفت ان شعرها مقصوص عايز اقولك انها حرفيا ترعبت واستغربت ان برامز ملوش اثر اصلا بعدها لقيت سلم فاعتقدت انه ملكم وقامت طالعة بدون تفكير هي طلعت من هنا والسلم تسحب من هنا ينهر سود الست دلوقتي محبوسة في قوضة ضلمة تماما الخبر الحلو ان ملكم جاي اخدها حسب المعاد فحاول التنده وتكسر الشباك وللأسف الموضوع صعب جدا في النهاية الراجل ميشي بعد ما اعتقد انها نامت ونفضت له لكن الحقيقة انها لسه بتلف وبتبص بوم لقيت واحد في وشها واغمع عليها وما فقيتش غير لما النهار طلع ودخلنا في اليوم اللي بعده في المكان ده لقيت صور برمز الحقيقي والغريبة ان لا شكله ولا سنه اتغيره كثير مع تقدم سن ابوه امه وقتها السلم اتفتح تاني ونزلت واستغربت قوضتها ازاي مقلوبة كده بس يعني كلمت ملكم وما لقوش تفسير مكنع للا حصل فعرض عليها يقضوا الصهرة سوا وما يسيبهاش الا مع طلوع النهار حلو جدا وقضوا الليلة في لعب البلياردو والكلام على برمز الحقيقي اللي اتضح ان يقال عنه اشعتين الاولى انه كان طفل محبوب من اهل البلد وزعلوا عليه والتانية انه ما كانش طبيعي ولو تصرفات غريبة كمان حكالها انه في يوم كان جايل لهم ومع الطلبات وسمع مستر هلشاير بيقول ماينفعش برمز يعمل كده تاني ابدا بس ايه اللي يعمله هفاهمك في الاخر بس يا سيدي وخلصت الحكاية وبطلتنا معتقدة ان الدوميا جواها روح برمز وهنا حصل خزوق جديد لانها عرفت من صاحبتها ان كل واللي يبقى الاكس السابق عرف عنوانها وهيجي في اي وقت خلصت التليفون وطلعت تغسل سنانها وضل عمال يتحرك فراحت لبرمز لقيته بيبص لها وبيحرك راسه وبرضو طلع حلم حلم صحيت منه على جزمتها محتوطة قدام باب القوضة لا ولقيت برمز قاعد وجنب ورقة التعليمات المرة دي ترعبت اكتر وحاولت تتصل بملكم وهنا لقيت صوت طفل بيقول لها تعالي لعبي معي يا جريتا وعلشان يكمل عليها بقى يتحرك قدام الباب وبعد راب كتير لقيته عمل لها سندويتش وسابه لها وهو قاعد في مكانه عادي جدا وده اللي خلها تتأكد بنسبة 100% ان الدوميا جواها روح الطفل وقررت انها من دلوقتي ومن اللحظة دي هتصحبه وتفضل جنبه ومش هتسيبه ابدا في التوقيت ده كان الاب والام كتبوا وصيتهم الاخيرة ودخلوا البحر وقرروا الانتحار اما بطلتنا فبدأت فعلا تهتم بالطفل وبقيت تقراله الكتب وتفسحه وتنيمه وكمان تعزفه على بيانه ساعتها ملكم ظهر وهو مستغرى باختفاءها المفاجئ وكان معال بريد ومنهم جواب الام والاب اللي طبعا بطلتنا ما شفيتوش وقتها كانوا خلاص اتفقوا على صهرة حمراء بالليل واكيد يعني مش حت الدوميا اللي هتعطننا يا جريتا وبرده رفضت بس المرة دي الراجل قال لك يقعد في عربيته وبالنسبة لبطلتنا حاولت تكلم الروح اللي جواه يمكن ترد ما هي خلاص الستة تقريبا اتجننت ولما ما لقيتش رد رامت الاكل وهوب لقيته غير مكانه لا تعالي بقى يا مالكم وعملت فكرة صائعة جدا تأكد له كلامها عادته على الارض ورسمت حاوليه خطوط بحيث لو غير مكانه وصنطي واحد هيعرفه وقامت دخل به قوضة تانية بحاجة ان برامز طفلة خجول ومستحيل يتحرك قدامه شوية ورجعه لقوه ما تحركش فطلبت من الراجل يجربه مرة كمان وده اللي خليها تتحيل على برامز ما يطلعه مجنونة قدامه وقرروها مرة تانية ولكن المرة دي الدوميا اختفت اوبس شفت بقى اني على حق؟ كده ورسمياً الاتنين يتأكدوا ان الدوميا جواها روح لكن السؤال هنا هل الروح دي طيبة ولا شغيرة؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية لانها دلوقتي بتحكيله عن قصة حبيبها القديم وان اسمه كل وراجل واطي جداً يعني وبما اننا خلاص بقينا صحاب فما فيش مانع من اني نايم الود واجيلك نتشقلب سوى الغريبة ان الود برامز طلع بيغير عليها وبقى يرقبهم من المفتاح وقبل ما الوضع يسخن فتح الستوانة على اعلى صوت الكلام ده خليهم يخافوا ويقعدوا باحترامهم لكن هذا ليس المهم المهم هو اللي قاله ملكم دلوقتي وهي حكاية عن طفلة اسمها كانت صاحبة برامز الحقيقي وفي مرة عزمها يوم عيد ميلاده وقال ان ده كان اخر ايام حياتها لان بعدها اختفت وقالوا انها تقتلت ولما الشرطة اتهمت برامز في قتلها قامت حريقة في بيتهم وهو مات واهله طلعوا عايشين وبالتالي فالقضية تأيدت ضد مجهول تفاصيل كثير من لغبطة وبرده هشرح لك معناها في الآخر اذا وبعد كل اللي قلناه فالوضع هنا مش امان وتعالي يا بنتي معايا رفضت وقالت لا انا هفضل مع برامز ومستحيل يأذيني وقامت طلع القوضة اللي فوق وبالفعل لقيت كلام الراجل كله صح اليوم اللي بعده كملت يومها العادي في البيت وبمجرد دخولها المطبخ سمعت صوت واتضح ان الخزوق كل الـ جاي خدها يرجاعوا البعض بس الاول عايز يشوف الطفل اللي بتربيه مش محتاجة اقول لك انه تصدم لما عارف انها دومية واستخف جدا بالموضوع وطبعا كل ده وبرامز سمع الاهانة اللي بتحصل له شوية ومالكم هو كمان ظهر وتعرفوا ببعض اتنين مش طيقين بعض بيحبوا نفس الست واكيد كلنا عارفين نهاية القصة دي لكن يعني مش وقته لان مالكم خرج وكرر برضو ينام في عربيته قريب من حبيبة القلب اما كل في هيبات هنا علشان تاني يوم الصبح عايز ياخد بطلتنا ويطلع بيها على بلدهم وبالنسبة لها فاخدت برامز في حضنها وقبل ما ينامه طلبت منه انقذها من كل ولما كله نام بدأ يتحرك ووصل عنده ونزل عليه نقط دم الراجل اللي ترعب وبدأ يصوت ولما جريتها نزلت لقيت مكتوب على الحيطة اخرج من هنا فعلى طول شكي فيها انت عايزاني امشي لا مش انا دي الدومية قال لها دومية ايه انت بتحوري الزعيق خلى مالكم يسمع ولما دخل كان الثاني خطف برامز من ايديها وانتهت القصة بانه قصروا ميت حتة يخريب بيتك في نفس الثانية بدأوا يسمعوا اصوات وراء الحيطة وده يعرفنا بالمفاجأة الكبيرة برامز اصلا لسه عايش وكان عايش معهم في نفس البيت الراجل ما تفهمش ووضب مالكم وقام داخل على كل ونزل فيه ضرب لحد ما قتله وعلى الرغم انه ترزع واحدة الا انه مش سايبهم وما بقوش عارفين يهربوا ازاي اكتشفوا مكان ورا الحيطة فدخلوا بعد جاري كتير ووصلوا للقوضة اللي طول عمره كان عايش فيها مش كده وبس دي اكتشفت انه عامل مجسم شبهها وكان بيرقبها طول الوقت طب نحاول نهرب تاني بس على فين؟ المفتري مش سايبهم وفضل وراهم لحد ما قافش في مالكم وضربوا وخليه يغمع عليه الغريبة انه طلب منها ترجع وهيبقى مطيع لكن الست رعبها خليها ما تفكرش بس افتكرت الغلبان اللي تضرب ورجعت تاني خدت مفك وحطته في جيبها وراحت لبرانزو وقالت له يلا يا حبيبي وقت نومك عدة من زمان دخله قط النوم وغطته وهو بيطلب منها بوسة ومش اي بوسة لا ده عايز يختصبها فاستغلتها فرصة ورزعتها له في قلبه وفضلت تقاوم وتقاوم لحد ما قتلته وانتهت اسطورة البيت المسكون وانقاذة مالكم وخلص الفيلم وكده يبقى نهينا وانتهينا قبل ما اختم هقولك تحليلي للنهاية الغامضة في اعتقادي ان الأم والأب كانوا عارفين ان ابنهم لسا عايش وهقولك ليه موت الطفلة خلت الشرطة تحط برمز المتهم الاول وده كان السبب في الحريقة اللي قامت علشان اهلو يكون عندهم حجة قوية لموت ابنهم وبعدها يخبوه وتتأيد القضية ضد مجهول الدليل الثاني على تحليلي هتلاقي عند الام لانها قبل ما يطلعوا الرحلة كان اخر كلامها مع جريتا انا اسفة جدا جدا بدون ما توضح اسفة على ايه واسفها كانت تقصد بي وجود برمز في البيت كآت المتسلسل وبما انهم كده كده في رحلة بشهدت الكل فالقضية برضو هتتأيد ضد مجهول كده انا خلصت تحليلي ولو عندك تحليل انت كمان فهستنى تعليقك وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب كل وسانع سوشال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو عايش جمهور الملخصات اشتركوا في القناة